مارسي كولر ايضا استقر على مواصلة الاعتماد على مصطفى شبير اساسي امام الترجي في زهاب نهاي دول الابطال وكولر اتفق مع جهازه الفني ومعاونيه على الامر ده وتم ابلاغ محمد الشناوي باستمرار شبير كاساسي في مباراة الترجي وده نقطة مهمة جدا المناسبة الشناوي هيكون موجود مع الاهلي في تونس سواء اللي التوض في القائمة او لتدعيم اللي لعبين بشكل اعام ككابتن للفريب النقطة دي جدلية جدا او في بعض الناس حاولوا يخلوها جدلية لوها شبير يلعب ولا محمد الشناوي يلعب طب مش حرام الشبير مايلعبش طب مش حرام الشناوي لوها الحالس الاول مايلعبش فيه ناس عايزين يعملوا حالة كده انا الاول احديكم معلومة معلومة كده ملاش علاقة بالكورة بس هي معلومة مهمة جدا ان الشناوي ومصطفى شبير علاقتهم اكتر بكتير من فكرة عظيمة لدرجة ان مصطفى شبير بيشوف شناوي مثل اعلى بالنسبة له فهو يعني العلاقة عظيمة جدا ما فيهاش اي خلاف ده واحد اتنين ان الشناوي كان من اكتر الدعمين لمصطفى شبير الفترات المضايا لما كانش بيلعب مصطفى شبير لما كان بيوجود على الدكة ولما كان بيجي له عروض وكان طول الوقت هو النصح الاول اللي كان دايما بينصحه تالت حاجة ودي الاهم انه لو الشناوي لعب فهو الحارس الاول لمصر مش بس للنادي الاهلي فهي مش ظلم لمصطفى شبير طيب لو مصطفى شبير كمل فهو الراجل اللي عامل رقم قياسي في بطولة افريقيا في الكلينشيت وماشي بشكل رائع جدا مع النادي الاهلي فده مفقوص ظلم ليش شناوي فالمنطق هنا يقول ايه انا لو مصطفى شبير ولقيت الشناوي بيلعب مش هحس بالظلم انا لو الشناوي ولقيت مصطفى شبير بيلعب مش هحس بالظلم فمن اللي بيختار بيختار مدرب بيختار على أساس إيه على أساس جاهزية شناوي سليم ماء في الماء هيلعب شناوي مش جايز ماء في الماء يبقى شوبير هو ولا هيلعب واللي اتنين يأمنوا حراسة مرمى النادي الأهلي الفكرة في إيه أنت ليه الحيلة ديت أو الأسئلة دي كل شوية تتسائل الناس كانوا متوقع شناوي لما يصاب هنقعد كل يوم نقول الحقنا يا شناوي والأهلي بيقع وفي مشاكل وفي أزمة وحراسة المرمى فيها مشكلة لكن مصطفى شوبير قدر يملى مكان الشناوي بكفاءة ممتازة فحسسك إيه أنه الاتنين جمدين طيب دي حاجة تفرح ولا الزعل أكيد هتفرح جاهز الفن للنادي الأهلي تفرح جمهور النادي الأهلي أنت عندك اتنين حراس مرمى دلوقتي يقدروا يحموا عارين النادي الأهلي